بـ 12 عالما عراقيا وبجهد حثيث العراق يحرز المركز الأول على صعيد الشرق الأوسط بالالتزام بالبرنامج المؤسسي بالأوزون والتوعية من الانبعاثات الضارة إذ عدت الأمم المتحدة وزارة الصحة والبيئة العراقية الرائدة في هذا المجال اليوم الانجاز الأهم هو فوز العراق بمرحلة متقدمة بالمرحبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بالالتزام بالبرنامج المؤسسي للأوزون وفوز 12 عراقي لأول مرة كخبراء دوليين في مجال التغيرات المناخية والأوزون وهؤلاء مدربين عالمين يمكن استفاد منهم دول المنطقة هذه الانجازات ما كانت لتهم لولا الإصرار ولولا الإرادة الوطنية للفريق الوطني العراق اللي يعمل على هذا الموضوع ولولا الدعم الكبير لنحظى بيه حقيقة من الحكومة العراقية ممثلة ببرنامج الإصلاحي لدولة رئيس الوزراء اللي ركز على ضرورة رفد القطاعات الدولة بدماء شابة وتكنوقراط قادرين على التعامل مع المتغيرات الدولية بعقلية مفتوحة ويعتبر مشروع الخطة الوطنية من المشاريع التي عدت نموذجا عالميا حسب برنامج الأمم المتحدة UNEP ومنظمة التنمية الصناعية اذ جرت تأكيد على الجهود المتميزة من العاملين في وحدة مشاريع الأوزون بعد تنفيذ معظم فقرات مشروع رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق العراق منذ صدق على الاتفاقية الدولية وهي ما يدعى بمونتريال بروتوكول في عام 2008 التزم بكل الإجراءات المطلوبة للتخفيف من المواد التي تستخدمها الصناعات المختلفة والتي تؤثر على طبقة الأوزون وتعاهد العراق بتنفيذ كافة المراحل المتبقية وبإشراف أممي ليبدأ بتدريب بقية الدول في المنطقة على مواجهة التحديات البيئية بستراتيجية علمية فاعلة جرى الإعلان عن تقديم شهادات لأول فريق بالشرق الأوسط فريق معتمد دوليا لتدريب الدول الأخرى على الحفاظ على طبقة الأوزون وطبعا هذا فيه اعتراف من الشركاء الدوليين وخاصة الأمم المتحدة العراق يصنف اليوم عالميا من الدول الملتزمة بدعم البيئة والتنمية المستدامة خصوصا بعد أن أحرز تقدما ملحوظا مع الأمم المتحدة في برنامج الأوزون والتغييرات المناخية والتقليلي من الاحتباس الحراري من العاصمة الأردنية عمان زيد الطائي العراقية نيوز ترجمة نانسي قنقر